إعلان عن إصابة 22 جندي إسرائيلي خلال 24 ساعة هناك عدة أسباب فلنسردها 1-2-3 1 أولاً الخروج يعني الدخول تنفيذ العملية والخروج هذا ما قاله اليوم ماكس بوت بالواشنطن بوست أنه clear and leave بدل أن يبقى هذا الجيش هذا الأمر عندما يعود جيش الاحتلال يرى أن المنطقة تبدلت بالمعنى الاستخباراتي بالمعنى العسكري حتى بالمعنى وعي المكان والزمان عثمان يعني هو بحاجة جديدة إلى استعلام جديد والمقاومة تكون قد استعدت له مسبقاً وعامل المفاجأة لم يعد موجود هذا أول أمر الأمر الثاني هو دخول ما يقارب حالياً 3 فرق ناقص يعني في عز المعركة على قطاع غزة كان هناك 5 فرق اليوم هناك 3 فرق ناقص هذا الأمر يعني مزيد من الأهداف مزيد من العسكر وبالتالي الطريقة التي تتبعها المقاومة في القتال هي طريقة حرب العصابات يعني تتجنب المعركة الفاصلة تنسحب عندما يكون الجيش الاحتلال كثيفاً وكلما امتد عثمان هناك علاقة مباشرة بين العديد والمساحة كلما كبرت الملساحة على نفس العديد كلما أصبحت الأهداف أسهل وبالتالي تنسحب وعندما يتمدد هذا العدو تبدأ بعمليات عسكرية عليه ثلاثة اليوم ما هو بنك الأهداف لدى جيش الاحتلال ليس لديه بنك أهداف هذا الأمر يأخذنا إلى أن المعركة وصلت إلى الحد الأقصى أو ما يسمى بالامتداد الأقصى وأصبح مردودها سلبياً على جيش الاحتلال لا بنك أهداف لضربه لا إمكانية لتحقيق نجاحات تكتيكية حتى وبالتالي ليس هناك من أمور استراتيجية بالإضافة إلى ما يجري في رفع رفع قد تأخذ نفس النمط الذي أحدثته في شمال غزة نحن نتحدث عن شمال غزة بيت حنون بيت لهيا حتى الشارع عشرة هذه المساحة تقارب تقريباً المائة كيلومتر مربع هذا الأمر هذا الاحتلال يقاتل شبح أين هم أين موجودين لا يمكن له أن يتنصت أن يعرف أن يشابه وبالتالي كل هذه الأمور تدل أن الأهداف موجودة الأهم أيضاً عثمان أنه زج ثلاث فرق حالياً هذا يعني أن المعركة ستكون طويلة وأن المعركة والأهداف ستكون كبيرة وبالتالي كلما زاد العدد كلما طالت المعركة كلما كثر عدد القتل من جنود الاحتلال طبعاً في الخبر الذي أدعناه نقلاً عن الجيش الإسرائيلي هناك 22 مصاباً ملفت أنه الجيش قال 15 أصيبوا في معارك غزة ما يعني سيد العميد أن الباقي كما يبدوهم أصيبوا في الحدود اللبنانية طبعاً هو يخود عثمان هو يخود حرب على عدة جبهات لكل حرب منها ديناميكية مختلفة يعني هو كما قال أمين عام حزب الله الحرب هي التثبيت وإشغال في الشمال هي مترابطة مع غزة تنخفض الحدة في غزة تنخفض الحدة وقف إطلاق نار في غزة وقف إطلاق نار في حدود لبنان تزداد العمليات في غزة تزداد العمليات في جنوب لبنان وبالتالي أيضاً يستفيد منها العدو الإسرائيلي بالتثبيت وبالتالي عدم الذهاب إلى حرب شاملة وكاملة مع حزب الله لعدة أسباب واحد أن الأمريكي لا يريد هذا الأمر اثنين أن الجيش الإسرائيلي لم يعد قادراً بعد الاستنزاف الطويل لتمانية أشهر تقريباً على تدوير هذا العسكر ونفس العسكر وبالتالي عدم تحقيق أهداف مهمة الأمر الذي يأخذه إلى موضوع الأخلاقيات وموضوع المعنويات وبالتالي حتى العتاد وبحاجة إلى زخيرة دبابات زخيرة مدفعية زخيرة قبة الحديدية كلها تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وهي تستهلك بكثافة كبيرة خاصة في خطاع غزة أما التركيز الأساسي والجهد الرئيسي لهذا الجيش هو في خطاع غزة حتى الآن ليس هناك من شيء بالإضافة إلى يعني ومن يقرأ اليوم مقال ماكس بوت في الواشنطن بوس وأنصح بقرارته عثمان مهم جدا لنعرف فعلا كيف يقاتل هذا الجيش كيف ترد عليه المقاومة وهل يمكن له أن يحقق شيء أو لا يمكن له أن يحقق شيء الحرب اليوم في غزة عثمانية حرب ضد الاحتلال يعني هي دائما تأخذ معنا سياسي عسكري بينما عند إسرائيل والجيش الاحتلال هي فقط عسكري عسكري وعندما لا يكون هناك نافذة سياسية لأي حل عسكري تسقط عادة هذه الاستراتيجية الجامدة